أعرفها إذا يطيني صحران نجف أتحمل ما يخالف على الأقل سوي لدولة وحده معجل ومؤجل هم الذول القوادون بالنجف طلعوها وينك معجل ومؤجل بالدين وينك بالمهر أصلا معجل ومؤجل كل كذب المهر واحد مقدم وقدره هلقد ومؤخر وقدره هلقد منعي للوالدين ما كويت شي بالدين كل كذب لك عقودنا رحمة من الله احنا ما نقول ما ريد أحكي لنوبلاد صير ضج علينا ما ريد أقول نحن خليها هزيان الله ممشيها علينا العقود مالتنا بسبب من من نزوج مك لأبوك لا لا وفوقها يحتجون ولك لو ما مزوجون مي لأبو يشرف لي على الأقل ما كان عقدهم شبهتن عرفت فأنت من يزوج مك لأبوك بالحسين لو أكو ذرة الدين عندك بس ما تسويها لأن أنت تحت ظل الدولة في ظل الدولة الحاكمة من تتبدل الدولة شي سوي تهم فرها ظل سبهم قل والله ذولة فساد لعنة الله على المسلمين لعنة الله على المسلمين ذولة هذا الإسلام شفتوا أخبارية شنو دقة وعمق ما عندنا أنا أريد أسأل المدعين التشييع وبقية الأخبارية أسأل الله أن يهديهم بعدك عندك شك بشيخ واثق معقولة ده تشوف بعينك وتسمع بذنك ما لا تسمعه ولا تراه في غير هذا المقام بعدك عندك شك بشيخ واثق لعد شنو من ذل لأن الله ذلك به مقدم ومؤخر معجله ومؤجله هذا ما موجود ما عندنا يتشي بالدين الكيولية ما المراجع طلعوها اللي يزوجوا أمك لأبوك ذول اللي طلعوها مناعي للوالدين ما عندنا يتشي بالدين بعدين اش قالوا قالوا لا أم المرة مو من شرط تشتغل لسه ما ريد أطول بعدين اشرح لكم دزولي رسائل بهالموضوع هذه فهو هذا العقد الصحيح أخوتي الكرام أما الباقي فهو عقد مع العلم باطل العقد الآن الآن طبعا هذا كلامي هس الآن سيضعضع أرض المراجع شفت بعيني برؤية برؤية رأيتها بأم عيني سيتضعضع زلزال يضرب أرضية المراجع الناس راح تقولهم تعالوا مناعي الوالدين أنتم شدتوا الزوجون منين جبتون هذا الكلام بأخذيها من ابن باز بعدين أشرح لكم المعجل والمؤجل وأشرح لكم هذه يعني بقية الأمور التفصيلية أخوتي الكرام فأنا مع احترامي لهذا طبعا هو يعيش في ظل حكومة فاسدة ويحب أن يكون جزءا من ذلك الفساد تملقا يعني والنظام المرجعي الفاسد ولكن هذا النفخ في أدبار الفساد كفر أخوتي الكرام كفر فأنا عد ما أقول له من أزوج أمك لبوك لا أقصد هو أمه وأبوه لا أتحدث بلسان حال الشيطان الذي تحدث بذلك أخوتي الكرام فعقودنا اليوم كلها باطلة المؤجل والمعجل باطل في ظل من زوج أمك لبوك في ظل علماء الشيعة وعلماء المسلمين لعنة الله على المسلمين عرفت؟ وهو هذا السبب اللي ألعن بالمسلمين إذا عندك شك بي فمعنى أنت أعمى 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 صدق ما تشوف إذا عندك شك بكلامي وإلا العقد الحقيقي هو الذي بينته لكم أخوتي الكرام فمن زوج أمك لبوك يلا حتشي لي أحببت أن أقف معكم هذا الموقف أقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أبو خواطر فكرية تمنزوج أمك لبوك عقد الشيعة طلع كل شبهة خرب حظي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا